وقعت نساء كثيرات ضحية الأخطاء الكثيرة لأطباء التجميل في ألبانيا ممن يمارسون أعمالهم في ظل فراغ قضائي يثير غضبا كبيرا في الجسم الطبي في هذا البلد الواقع في منطقة البلقان وبحسب الأطباء الألبان يروح سن الزبائن بين 16 عاما و28 ووفق دراسة أجرتها مجلة مونيتر الاقتصادية شهدت الطلبات للخضوع لعمليات تجميل ارتفاعا بنسبة فقط 50% في 2015 باتت ظاهرة السلفي منتشرة في ألبانيا أخيرا وكنت ألتقط صورا لنفسي لكني لم أكن راضي عنها بعد نشرها على فيسبوك وإنستغرام نظرت إلى نفسي ورأيت أن علي أن أغير شيئا لكي أكون راضي عن شكلي ولأعجب الآخرين وتقدم سالونات للشعر أو للتجميل من دون أي تخصص هذه الخدمات في غياب المراقبة أو الضوابط الطبية في ظل فراغ قانوني مطلق نموذج كيم كارديشين مع الوركين والأرداف والشفتين وحشوات الصدر بات للأسف مرجعا بالنسبة إلى الشبات الألبانيات ويبدل أطباء الألبانيون قلقا من زملائهم الوافدين من إيطاليا وتركيا واليونان للقيام بعمليات تجميل قبل العودة إلى ديارهم نواجه تعقيدات طبية يوميا بسبب الحروق الناتجة عن علاجات الليزر أو متعلقة بالشكل والالتهابات التي تتسبب بها المنتجات غير المرخصة التي تحقن على يد أشخاص لا يتمتعون بالخبرة اللازمة وتسعى السلطات إلى الحد من حالة الإفلات من العقاب هذه إذ يتم الإعداد حاليا لمشروع قانون من المزمع إنجازه خلال الأشهر المقبلة ويلحظ مشروع القانون هذا عقوبات تصل إلى إقفال المؤسسات الضالعة في هذه العمليات كذلك ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين ثلاث سنوات وعشر في حال تسجيل تابعات صحية لهذه العملية